السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته اليوم أعلمكم طريقة شلون تسوي تقرير انكليزي تمام اللي تحتاجن ثلاث برامج فقط اللي هي الورد والجوجل والدرجمة بالبداية لازم تعرف موضوع تقريرك اللي تزيت للكم ياهن على القناة تمام تعرف شنو موضوع تقريرك وتجي بالجوجل تمام تدخل اول مرة على الجوجل اوكي تكتب بالجوجل تكتب بالجوجل اسم تقريرك او الشاعر تمام خلي نكتب مثلا فرازدق اوكي نكتب الفرازدق نبحث عليه بعد ما طلعتنا هذه الواجهة بعد ما بحثنا عن اسم الشاعر اي شاعر كان مو شرط الضرازدق حسبت موضوع تغريرك انت تمام اه ندخل على هذا الموقع اوكي اوكي ندخل على هذا الموقع وناخب من عنده بعض النصوص اللي على حياة الشاعر او اه على حياة اه الشعرية نسبه شعره اي شيء موجود بهذا الموقع انا اخذ ليش موقع يعني موثوق تمام ننزل لله تحت مثل ما نشوفه هذي اه حياته وميلاده والوفاة مالطنة تساوي تجيب السارة تريد الترجم من النوم اوكي بستة ميتة لدي انت راح تترجم بالنهاية على متحدد شون التكتب الفرازدق اوكي براس الصدر تضطى تحديد اوكي تحديد اي كلمة بعدين تجرب هذه الايقونة تسحب بها نحذي النصف بعدين تنطيب نزف ننزل لها تحت نشوف شنال على حياة الشعر مثل ما نشوفه هما مقسمي لكم مواضيع الشعر كلها اللي موجودة بهذا الشعر و اللي تخص هذا الشعر اول بداية نجي على النشأة اوكي مثل ما نشوفهن ثم نجي لحدد اوكي نسخ اوكي نسخ نرجع نخفيها فرازدق و جرير اذا اعتردون تكتبون عنا عن علاقة فرازدق و جرير يعني عن هذا الامور فرازدق و البيت ننطيب نسخ ننطيب نسخ تكتب عن الفخر او لا تكتب عن حياة وفاته وفاته موجودة بداية المقطع المصادر مهمة لازم تاخذها اوكي اوكي المصادر مهمة تاخذ منها بوابط الشعر تطيب نسخ نصر رابط اوكي بعد تاخذ هذه فرازدق و المصادر العربية او نصر رابط اوكي هذا فرازدق و كي الشيعة همين يعني موقع موثوق يعني او وضحناك فترة لما المعلومات اللي تخص الشاعر ماتك يعني تكون كثرة بالأوراق يعني من ثلاثة الى اربعة هذا ام كدارك بي حياته هذا موقع مفصل يعني هي مواقعك وبعض المواقع يعني مفصل لك حياة الشاعر و مضحبه و ويعني دواوين و مصادر يعني كلها موجود بموقع واحدة تمام مثل ما يشوفون ننسبه و اللقبه وهذه الامور مكانة او الأدبية تنسخ هذا لانا تفيدك براسطة اوكي اوكي خلصنا مننا اوكي نرجع اوكي نروح على الورد ثاني خطوة لا العفوة ثاني خطوة نروح على المترجم اوكي ونترجموا ياكم خطوة خطوة اوكي اول شي لازم لازم تكون اللغة من العربية الى انجليزية اوكي من هذا السنين شوف من العربية الى انجليزية ناخذ اول شي نرجع اول بداية النسخ نائم فرز هذا هذا مثل ما نشوف ترجم لك هذه الكتابة الى انجليزية تأخذ هذه العلامة اللي هي المربعات الثانية نطيها نسخ اوكي نسافتها نرجع اوين الروح للورد اوكي نطب على هذه الواجهة هذه الواجهة احسن يعني لازم نكون واجهة مواحدة او اضمنتها بالدكتور بالبحث عن الاسم او يعني التفاصيل هو بالبداية نضغط على هذه علامة القلم من فوق اوكي نزغر الشاشة بعدها نذهب على موضوع التقرير اضغط ضغوطين نمسح الموجود تكتب موضوع تقريرك ماذا ستكتب موضوع تقريرك ترجع للمترجم اوكي ترجع للمترجم تكتب اسم موضوعك مثلا الفرزدق اوكي مثل ما شوفون الفرزدق هذا واذا لم تجد يعني مثلا ما يطلع لك هذا الخانة الزرق ما يطلع لك اللي كتبت بالعربي فبهذه الخانة مثل ما شوفون هذه المربع الزغير اللي هنا اللي تحت علامة الخطأ هو مكتوب همين مكتوب الاسم هم تقدر تنسخه اذا بحالة ما طلع لك الاسم اللي تريده اوكي هم تقدر تنسخه هم تقدر تنسخه هم تقدر تضطي ناسف نرجع للورد اوكي نضغط ضغطين على المربع نكتب الفرزدق بس قبل لا نكتب لازم نفعلها على المود توضح ال هذا حرف البي اوكي على ما توضح الناس اوكي نكتب التعريفية ال اوكي اوكي هذا خلصنا من الموضوع تنزل الى تحت اسم الطالب تكتب اسم الطالب العربي افضل اوكي المرحلة الأولى تمام تكتب جنبها صباح اوكي اوكي هنا انا مجهز لك اسم الدكتور واعداده طالب والسنة الجامعية تبدأ اول شيء بيمن بالمقدمة بعد ما خلصنا الواجهة خلصنا ترتيب الواجهة اوكي بالموضوع اللي عندك تجي هواين هذه العلامة اوكي الصفحة الرئيسية تحديد السهمة ادراج صفحة فارغ اوكي ناخذ بعض الصفحة صارا 4 صفحة اوكي صارا 4 صفحة صفحة الاولى تضغط هنا اوكي نسحب ننطي هذه العلامة تمام هذه الخطوط ستظهر عندك مثل ما ترى ستصبح علامة و انترو جوكشن المقدمة يجب ان تكون مجهز الكلمات مثل مقدمة او عرض او خاتمة او مصادر هذه الكلمات يجب ان تكون مجهزة تضغط على هذا التنقيق سيطلع لك يعمل الترتيب احسن اوكي تنزل إلى تحت ننزل الى تحت اوه ننزل ننسخ الذي كتبناه اوكي و لازم نشيل هذه علامة التلبيه لازم نشيلها اوكي لا يصبح تغميق بالنص او يعني شنون تضليل ننسخ ترجمناه ننجده اوكي انظروا هذه المقدمة عن حياته هذه المقدمة عن حياته نرجع نكتب هنا مثلا نفعل هذه نفعلها نكتب هنا نعلم مالجا حياته و نضيفها نفعلها نضيفها ننزل نركز دايما نفعلها تحددها تضطيها تنقيط ترجع بعد خطوة الآن ترجع للمترجم تنسخ من جوجل بالعربي هذا كان الفرصدق انسح بمي افضار زائده تضطيها امكانها الترتيب مثل ما نرى هذا العرو اهم لنضم فيه يعني هذا اللي نسحناه نحطن بطيط حطنه بوحدة او تتسوي عدة انتحة تمام مثل ما نرى كل شي كل شي نسحناه صار هنا صار هنا انقيز تضطيها هذه العلامة نسف نرجع ونمن الورد تحت كلمة دي سيبلاي نوخر هذه علامة البيعة ونصير وضوح بالنص ونلسق مثل ما نرى دي سيبلاي العرب هذا صار تقريبا وارفتين من غير المقدمة تمام خلصت هذه صفحة نبدأ من ادابين جديد نرجع للمل ومترجم ندوس حامة الخطأ عندما تذهب اكتم مثلا الخاتمة اي خاتمة سواء كانت من عندك او او خاتمة بحثية اذا كانت متوفرة عندك اي ان كانت خاتمتك اوكي نرجع بداية النص تمسح قليلا مرة تنزل تنزل بعد اوكي نزلت الى هذا الصفحة ندوس 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 كلمة الخاتمة تحددها وطلقها ندوس 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 في تابعات الخطوة تقلي توحد المترجمة ايضا تنسخ لي كتبته اللي امسخته من البابل مثلا هذا اوكي مثلا هاذا الخاتمة مثلا يعني على سيد المثال هاو الخاتمة اوكي نلسخ مثل ما شوفون خلصوا لنا البحث تبقى ما هو خطوة واحدة تريد عزيز الصفحات تضطي إدراج صفحة فارغة الصفحة الفارغة تكتب بها المصادر المصادر يعني عندما يكتمل بحثك لماذا يحرم هذا البحث على درجة هذه كلمة المصادر أحددها انطيهة الليل انطيهة انقيط هناك مصادر كتابناها هناك مكانة الفرصدق المسؤولة بها بوابط الشعر كما تقول مصادر لابأس لابأس كذلك تضع هنا الفرصدق تجعل الفراغ ترجع تكتب أوابط الشعر حمد ترجع الورد بالصبحة الأخيرة تنسى خلط المصادر توصل لحد الكلمة هذه تضطيها ترجع خطوة ثم أشاهد تصار عندك مصادر تضطيها ترقيم تضطيها ترقيم هذه المصادر تقرير ترجع 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 خطوة ترجع خطوة ترجع خطوة تجيب معلومات من الجوجل ترجمها على المترجم تنسخها تنسخها هنا بس ممكن لتنسخها نسوها مكاة تنسخ به المقدمة و مكاة تنسخ به للخاتمة و كذلك تنسخ به للعرب أتمنى لكم موفقية و إن شاء الله النجاح الدائم مع السلامة اشتركوا في القناة